إن الحمد لله نحمدك اللهم ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وسلِّم تسليمًا كثيرًا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا إلى مغفرة الله ومرضاته واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفَّى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد جاء الأنبياء بالآيات والمعجزات ليُدلِّلوا على صدق دعواهم ليُدلِّلوا على صدق دعواهم وعلى صدق نبوتهم ورسالتهم وكل المعجزات وكل الآيات لم يرها إلا من عصرها إلا القرآن جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ليبقى مُعجزةً خالدةً على مر الزمان أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بجديدٍ غير منصرمي آياته كلما طال المدى جُدُدٌ يزينهن جمال العتق والقدم القرآن الكريم تكفَّل الله بحفظه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد هذا القرآن استمعت إليه الجن فتعجبت الجن من عظمة ومن جمال هذا القرآن وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَاغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يقول الله تعالى قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْد فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا هذا القرآن يقول الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأجساد وننزِّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً القرآن يقول الله عنه كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ يدَّبَّر آياته وليتذكَّر أولو الألباب يقول الله تعالى وهذا كتابٌ أنزلناه مباركٌ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا القرآن يقول الله عنه الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أبو ذر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه زينٌ لأمرك كلِّه قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نورٌ لك في الأرض وذخرٌ لك في السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه يقول صلى الله عليه وسلم القرآن شافعٌ مشفع وماحلٌ مصدق أي خصمٌ يجادل عن صاحبه ومصدق من جعله أمامه أحل حلاله وحرم حرامه وتأدَّب بآدابه من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره أعرض عنه شاقه إلى النار فالقرآن حجةٌ لك أو عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يقول عليه الصلاة والسلام يجيء صاحب القرآن يوم القيامة يقول القرآن يَا رَبِّ حِلِّه فيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ زِدْه فيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ يَا رَبِّ ارْضَى عَنْه فيَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَرْقَ فَإِنْ وَتَزْدَادُ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٍ فيَزْدَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ اقْرَأْ وَرْقَ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا القرآن وبصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقْرَأْ وَرْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة لقدر حفظ الإنسان وكلما ازداد الإنسان من حفظ كتاب الله رفع الله درجته في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أن يقيم حروفه وحدوده من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أُلْبِسَ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا التاج الذي على الأب وعلى الأم بسبب حفظ ولدهما القرآن يُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويُكْسَ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا فيقولان يا رب بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يملُّ حديثُه وتردادُه وتردادُه وخير جليس لا يملُّ حديثُه وتردادُه وتردادُه تزدادُ فيه تجمُّلا وحيث الفتى يرتاعُ في ظُلُوماتِه من القبر يلقاهُ سنًا متهللًا هناك يهنيه مقيلاً وروضةً ومن أجله في ذروة العز يُجْتَلَا يُناشِدُ في إرضائه لحبيبِه وأجدِر به سُؤلًا إليه مُوصَّلًا وأجدِر به سُؤلًا إليه مُوصَّلًا فيا أيها القاري به مُتمسِكًا مُجِلًا له في كل حالٍ مُبَجِّلًا هنيئًا مريئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا مَلَابِسُ أَنْوَارٍ مَنَ التَّاجِ وَالْحُلَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حُلاهم بها جاء القرآن مُفصَّلا هنيئًا لآبائكم وهنيئًا لأمهاتكم يا حفظة كتاب الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله كتب الله له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذه ثلاثون حسنة في ثانية واحدة هذا القرآن أقسم الله تبارك وتعالى بأنه منزل من عنده فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين من بركة هذا القرآن مدارسته والاجتماع عليه يقول صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده هذا القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم من قال به صدق ومن قرأه أجل ومن عمل به عدل ومن دعى إليه هدي إلى صراط مستقيم وهو القول الحسن والأحسن قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تظلوا ولن تهلكوا بعده أبدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم أو كما قال أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعوا الله أن يصلح أحوالكم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تُقام هذه الأيام فعاليات المسابقة الدولية لحفظ كتاب الله ولقراءته وتجويده في دورتها العاشرة على أرض الكويت والكويت هو مركز العمل الإنساني وقائده قائد العمل الإنساني فكما أن الكويت هي بلد الخير والإحسان فهي واحة القرآن فمنذ نشأته انتشرت الكتاتيب بجهود فردية يعلمون النشأ كتاب الله في بيوتهم تطوعًا منهم وبعد أن جاء التعليم النظامي أصبحت مادة القرآن الكريم ضمن التربية الإسلامية إلى أن وصل الأمر أخيرًا إلى أن أصبح لمادة القرآن الكريم أصبحت هذه المادة مادةً مستقلة لها حصصها ولها درجاتها ولها منهجها فالكويت واحة القرآن فحياكم الله يا حفظة كتاب الله حياكم الله يا حفظة كتاب الله حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً نشتاق لقياكم كل عام فأنتم أهل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته أقرب الناس إلى الله وأولى الناس بإحسان الله ومعروفه وخيره هم حفظة كتاب الله الذين يقومون حدوده وحروفه إن غبتم عنا بأجسامكم فأنتم في سواد عيوننا وأنتم في سويداء قلوبنا ومن لا يحبكم يا أهل القرآن ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي لقد رصخت في القلب منكم مودة كما رصخت في الراحتين أصابعي وزارة الأوقاف حريصة على إقامة هذه الدورة وعلى هذه المسابقة يدفعهم في ذلك دافعهم في ذلك هو تربية النشط والمحافظة على جيل يحفظ كتاب الله ويعظم حرمات الله وتقام هذه الدورة العاشرة لأن هذه المسابقة المباركة في شهر شعبان شهر شعبان كان السلف يقولون بأنه شهر القراء الحافظ بن رجب في لطائف المعارف يقول إن شعبان كالمقدمة لرمضان فيشرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام ومن قراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان لترتاض النفوس ولترتاض النفوس على طاعة الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان ويسأل عن ذلك فيقول ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ رَبِّ الْأَلَمِينَ وَأُحِبُّ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ شَهْرُ شَعْبَانَ أَغْلَقَ حَنُوتَه قَسْرًا وَيُخْلِ اللَّهِ ذَوِي الْجَرَائِمِ مَنْ تَدَارَكَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ الهُدَاتِ الْمَهْدِيِّينَ الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن القرابة والصحابة والتابعين وارضع عنا معهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأنزل السكينة في قلوبنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعل كل قضاء قضيته لنا يكون عاقبته رشدا اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدّا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا رب عافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أمير بلادنا وولي عهده لما تحب وترضى اللهم بارك لهما في أعمارهما وأعمالهما يا رب العالمين اللهم وفق ولا تأمرنا وولا تأمر المسلمين لما تحب وترضى واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه سدكم واستغفره يغفر لكم إنه كان غفارا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستووا اعتدلوا تراصوا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة حاذوا بين المناكب وسد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجه والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر أكبر آمين آمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم آمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر 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 اشتركوا في القناة ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله